منذ الاحتلال الأمريكي في 2003 والانتخابات الأولى التي جرت عام 2005 والتي رسخت مفهوم المحاصصة الطائفية والعراقيون يعيشون في دوامة لا تنتهي من الأزمات والعنف والانتهاكات الحكومية وسيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة ما يجعلها عوامل مؤثرة على سير ونزاهة أي عملية انتخابية العراقيون أدركوا تلك الحقيقة في أن المشاركة في الانتخابات لن تغير تلك الوجوه التي سامتهم سوء العذاب وعادت بالعراق إلى القرون الوسطى منشغلة بسرقة الأموال والتسلط على رقاب العراقيين وتنفيذ أجندات الاحتلال الأمريكي الإيراني هذه الانتخابات أسوأ انتخابات رح يمر بها العراق لأن عملية المقايضة أصبحت بالشارع كانت عملية المقايضة بالدورات السابقة خفية يعني مستورة الآن بالشارع تصير عملية مقايضة البيع الشراء دفع مبالغ مواد عينية ووعود غير صادقة الشعب يريد أصلاح النظام ثوار تشرين الذين خرجوا لتغيير الطبقة السياسية برمتها أعلنوا عدم المشاركة في الانتخابات ورفض مخرجاتها فلا يتوقع من السياسيين وميليشياتهم الذين رشحوا أنفسهم أي تغيير فقد تلطخت أيديهم بدماء العراقيين وانغمسوا بالفساد إلى حد أصبحوا يشرعون له القوانين وحتى من شارك في الانتخابات السابقة ودخل في العملية السياسية بحجة المطالبة بحقوق العراقيين لم يفعل شيئا وازداد الظلم والقتل والاتقالات والتهجير والنزوح وما جرف الصخر وأخواتها عنكم ببعيد العراقيون بات معظمهم على قناعة راسخة بأن الانتخابات الجديدة لن تحقق لهم أي شيء يخفف من وطأة واقعهم الحالي وفقا لمركز بيلفار للعلوم والشؤون الدولية الأمريكي لسيما مع اشتراك نحو عشرين ميليشيا في الانتخابات وبذلك أصبح من المستحيل تخيل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة في العراق وسط أجواء من الفوضى الحالية بحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى الأمم المتحدة المتهمة بالتواطئ مع قوى الاحتلال والعملية السياسية الفاسدة منذ عام 2003 تحاول دعم الانتخابات بقوة على الرغم من رصدها لعمليات تزوير وترهيب من الميليشيات المسلحة خلال الانتخابات السابقة وعلمها بفساد الطبقة السياسية ومفوضية الانتخابات غير المستقلة والمشكلة وفق أسس المحاصصة الطائفية دعوة الحكومة الحالية لإجراء انتخابات مبكرة يأتي بالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة تشرين التي طالبت بالتغيير الجذري للطبقة السياسية التي قمعت الثوار وقتلت منهم نحو 800 شخص فيما جرح أكثر من 30 ألفا في ظل رفض شعبي واسع للمشاركة في الانتخابات القادمة وإصرار على تحقيق مطالب العراقيين اشتركوا في القناة